أن حمل الصبي في الصلاة قد يشغله عن الصلاة وقد يشتت ذهنه أو يشتته في الصلاة فلا يعي ما يقول أقول ليس هذا بالضرورة بل هناك من يفعل ذلك اعتيادا فهو يحمل الصبي ولكنه مقبل على ربه في الصلاة ونشك أن الرحمة مطلوبة ويؤجر عليها المرء حتى وإن كان في صلاة فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد على ظهره الحسن أو الحسين الحسن أو الحسين كانوا أطفال صغار وكانوا يصعدون على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فكان ينتظر حتى ينزل هكذا كان صلى الله عليه وسلم وقد ورد في حديث الرحمة المسلسل بالأولية هذا الحديث عني به المحدثون والحفاظ ولذلك نراه دائما صدر أثباتهم ومروياتهم ومسلسلاتهم ومعاجمهم هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء ولقد كانت هذه الرحمة متجلية في نبينا صلى الله عليه وسلم متجلية وكانت واضحة فيه عليه الصلاة والسلام فقد ورد فيما أخرجه الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن وهب بن منبه قال أوحى الله إلى شعيا عليه السلام أو سعيا بالمهملة إني باعث النبي الأميا أفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام عبد المتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المنتخب المختار لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح رحيم بالمؤمنين يبكي للبهيمة المثقلة وليتيم في حجر الأرملة هذا محل الشاهد أو محل الحاجة من الحديث يبكي للبهيمة المثقلة المثقلة سواء كانت مثقلة بحملها أي بما حملت على ظهرها أو مثقلة بحملها أي ما حملت في بطنها من جنين كان يبكي للبهيمة المثقلة واليتيم في حجر الأرملة هكذا كان صلى الله عليه وسلم ولما بعثت إليه ابنته بأن ابنتها قد ماتت وأخذها ونفسها تقعقع فبكى فقال له سعد وأنت يا رسول فقال يا سعد إنها رحمة إنها رحمة فكان يبكي يبكي لفقد العزيز أو لفقد الطفل أو الصغير أو الكبير هكذا وكان يرحم الضعفاء من النساء ومن الرجال وما رأينا في تاريخ النبوات بل في تاريخ البشرية كلها من كان على مثل رحمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا جرم أن الله جل جلاله قد قال له في خطابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين أو للمؤمنين وإنما قال للعالمين والعالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر شكرا